ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله مستوى المياه بشكل كبير في الأحياء الجديدة وأضفت ذات المصادر أن مستوى ارتفاع المياه في بعض الأحياء تسبب في تسربات كبيرة إلى داخل البيوت ملحقا أضرارا بأتات السكان كما تسبب في صعوبة وصول التلاميذ إلى مؤسساتهم الدراسية وصعوبة استئناف الدراسة في بعض المؤسسات بعدما غرقت كل الأقسام الأرضية وبسبب الفيضان بادر أساسي ذات مؤسسة الجيرة بالعيون إلى وضع جسر من الطاويلات لتمكين التلاميذ من الوصول إلى أقسامهم نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر